السلام عليكم هياكم الله و بياكم في الدرس الثاني من سلسلة احتراف ابيت او الكورس المجاني من هذه المنصة طبعا نتعلمنا في اول درس طبعا نفهم شغلها هذه المنصة خاصة لازم تكون حاضرة للدروس بشكل تسلسلي يعني واحد اثنين ثلاثة الى اخرين ان شاء الله راح ينزلن في اليوم راح نتعلم خلصنا شرح الاساسيات التطبيق صنع اول تطبيق علمنا كيف نضيف صورة وما الى ذلك تمام الان راح نتعلم خطة مهمة اللي هي اول خيار اللي هو التطبيقات الجاهزة طبعا امكانك تسوي في اليوم 400 تطبيق يا جماعة لا تسألني كيف الان راح اشرحها قدامك تمام طبعا هاي الاشياء قلنا بتفيدنا فقط هاي طبعا راح نعلن نعلمكو شغلة منمسح اللي باللونة اللي نهدي تمام هاي منمسحها كيف نمسحها نروح هيك ونكفي استفاصيل ونحط اخر خيار هو delete تمام ونمسح خيار الصوت هاي مهمة في كل تطبيق لازم نسويها ننزل تحت ونحط مسح هاي اساسيات نسيت اشرحها في الدرس الاول نمسح خيار الفيديو نحط هون ونحط delete ونحط حسنا تمام الآن زر الهوم راح نشرح فيما بعد فيك ذيك خيرين انك تمسحه وانك تخليه راح نشرحها فيما بعد ان شاء الله وكل التحت كله خليه نفس ما هو تمام هيك مية بالمية مفهوم ان شاء الله كيف نسوي تطبيقات جاهزة بضغط زر ياساسيقر يوم شارحنا راح يكون على اول خاني فقط راح نشرح كل خاني في دارس منها يعني منصة فيها ميزات هائلة جدا 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 راح نضغط على اول خيار اضافة صفحة راح يبين لينا الصفحة هيك يقول لك ابحث عن اي اشي بدا فيه طبعا اه الميزة وين يا جماعة الخير انه التطبيقات الموجودة او الثمات بدون حقوقه تمام؟ امكانك عان تسوي 400 تطبيق في اليوم وتنشر على وغل كما بانصحك فيها اكسو 400 سوي لك 20 تطبيق او يعني راح نفهم كيف تطبيقات الجازة اي اشي بدك يتبحث في هذا الخان على اسمي المثال انا تطبيقي مهر المعيق اللي قلنا او القرآن الكريم راح نبحث القرآن الكريم بنحط بحث مثل السحر يا جماعة الخير بامكانك تسوي تطبيقات زي ما بتشوف راح ابدأ معاكم البداية تطبيق قرآن كريم طبعا القرآن الكريم كامل تطبيق قرآن طبعا جاهز يعني جاهز مية بالمية التلاوات فيه القرآن الكريم السوديس والشرين ماهر المعيق اللي القرآن الكريم حمص الضغمان شاور القرآن الكريم الى اخرى هذول تطبيقات جاهزة امكانك الضيفاء طبعا بدك تبحث باناشيد على سبيل المثال دك سوي تطبيق اناشيد نحط بحث زي ما انتو شايفين يا جماعة الخير انا شايف جاهزة بدون حقوق على اسمي الثان راح نبحث امكانك تبحث موسيقى اجنبية لكن ما ردي اخذ اثم راح اشرحها الكو امكانك تأخذ موسيقى اجنبية موسيقى عربية اذا اي اشي بتبحث راح يبين ليك بتحطه في تطبيقك ميبين راح نعطي تطبيقي القرآن الكريم ماشي القرآن الكريم قلنا انا ببحث تمام تختار ليك امكانك تسوي تطبيق تفسير القرآن الكريم للشيخ الشعراوي امكانك تسوي اي من التطبيقات اللي انت شايفها طبعا في اكثر من مليونين تطبيق يعني هاي عربية فيه كثير كثير واش ما تبحث راح تلاقي سواء كانت توجه للتطبيقات الدينية او كانت توجه للتطبيقات الاغاني او الصور او الفيديوهات ممكنك تكتب هنا فيديو فيديو تمام بتحط بحث زي ما انتو شايفين كل هذول فيديوهات سوي فيديو غرائب وعجائب لقطات غرائب وعجائب طبعا انا راح اعلمكم كيف لأضيفها راح اكتب القرآن الكريم ماشي وراح اضيف على سبيل المثال ماهر المعيقلي القرآن الكريم امكانك تختار اكثر من قسم خلينا ان يكون اختار اكثر من قسم اختار السوديس راح اختار القرآن الكريم راح اختار الشعراوي وراح اختار امكانك تختار عدد لا محدود من الاقسام او التطبيقات الجاهز وبنحط وين تنزل اخر اشي بتكبس create feed او انشاء القسم بالحط موجود هون زي ما انتو شايفين اضاف لنا ثلاث صفحات ماهر المعيقلي والسوديس القرآن الكريم والتفسير القرآن للشيخ الشعراوي هاي هي البساطة هيك انت صنعت تطبيق تمام كانك كل شغلة بتسويها تطبيق واحد احسن لتضيف اربعة الاذا كنتك تعمل تطبيق ديني كامل متكامل تمام الان مفهوم بابن الله تعالى الان راح اخلي انا زر الهوم راح اشوف كيف شكل التطبيق بس انزله الان قدامكم طبعا شرحت كيف تسوي اي اشي ف هذولا وبنحط على بناء تمام وبنحط بناء جديد زي ما انتو شايفين ساكسوسفل طبعا البناء بأخذ فقط 15 ثاني راح يصلك الرابط على البريد رابط الابك و رابط الاب و راح يصلك كمان هنا مكانه تلاقي الروابط مباشر بتنزله ننتظر 15 ثاني معاك بدون ما اوقف الفيديو بدون ما اسوي اشي عشان تتأكدوا انه فقط البناء بده 15 ثاني طبعا لا يدعم التحديف اونلاين تمام لكن كانك انه يحدث رمز لا ما بحدث رمز الاصدار وهذا الاشي العظيم اللي بخليه ينقبل في جوجل بلاي خلال يوم او يومين بعد التحديث لكن اشي مش مهم يعني التحديث اونلاين تمام يعني هي منصة اندرومو اللي بتدفع لها 25 دولار او اكثر وما فيها التحديث اونلاين لك هاي منصة مجانية وميزات هائلة جدا جدا كمان ما فيها التحديث اونلاين ننتظر نحط التحديث للصفحة ونحط متابعة زي ما انتو شايفين سوى لنا الاب كي لكن الاب بده شوية وقت تمام الاب بده شوية وقت لكن راح انزل الاب كي زي ما شفته وصلنا على البريد القرآن الكريم راح احط تنزيل جاري تنزيل التطبيق طبعا حجم التطبيق ثابت على هو 16.48 لكن بسويه بصيغة الاب الجديد راح ترفع على جوجل راح يكون حجمه 10 ميجا فقط على جوجل بلي تمام هاي الميزة هائلة جدا في هاي المنصة طبعا تصاميمها يعني ما بدي احد اتحدث فيها لانه هائلة جدا 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 وفيها ميزات ما راح يعني اتوقع اني راح احصيها كلها راح نشوف ينزل التطبيق النت عنده شويه زي ما شفت بصلك الرابط ايضا على البريد مباشرة بتنزله من البريد بصيغة الاب او بصيغة الابك نستنى شويه اللهم صلى على سيدنا محمد تمام راح نثبت التطبيق طبعا شرحت مبارح كيف تسوي صفحة بداية وكيف تسوي انترو البداية الاول مرة راح نشوفه كيف يبين انترو البداية الاول مرة طبعا تحط تثبيت لانه مش منشور على جوجل بليل اتاك الهم طبعا انترو البداية هذا اله حكاية زي ما بقوله يعني لانه من اول ما يشوف المستخدم راح يعرف انه تطبيقك احترافي بنحط فتح زي ما شفت صفحة البداية بتسويها بتخلي الخلفية بدون الصورة بدون خلفية عشان تبين معاك اجمل عدم الارسال زي ما شفت هاي هي صفحة البداية جماعة الخير بتغير الصورة طبعا قلت لك تخلي الصورة زي ما شفتو هاي صفحة البداية شرحتها مبارح ارجع للشرح الاول بتعرف كيف تسويها طبعا هاي الصفحة بتظهر لأول مرة للمستخدم فقط زي التطبيقات الاحترافية ممكنك تغير العنوان ممكنك تغير الوصف بتحط التالي هاي الصفحة الثانية تبعت البداية ممكن يحدث زي هيك تمام وبتحط صح لأول مرة هذي فقط تظهر زي ما انتو شايفين يا جماعة الخير هيك سوونا تطبيق تطبيقات جاهزة زي ما انتو شايفين السوديس والقرآن الكريم وتفسير القرآن الكريم ومهر الماغي لو دخلنا على السوديس والشريم طبع مية واربع بين آية زي ما انتو شايفين ندخل على القسم هذا زي ما انتو شايفين تطبيق جاهز السوديس والشريم القرآن الكريم كامل يعني شوفوا كيف تطبيق كامل مكمل يا جماعة الخير طبعا تدخل على أي صورة راح تشغل مباشرة وبعطيك وصف الصورة زي ما تشافيني شغلت أنا سامحها بإذني لكن التلفوني ما بيدعم التسجيل الداخلي وبعطيك وصف الصورة وبعطيك هذا تطبيق ممكنك تنشر الآن على جوجل وتحقق منه أرباح حائلة جدا جدا بدون تعب بدون برمجة بدون إشي ومجانا مية بالمية وعنة تقصافي إلك ممكنه يحط على الزر هنا يخليه مفضلة ممكنه يسوي توقيت مؤقت التطبيق ممكنك تلغي كل هذا من الإعدادات العامة للتطبيق ممكنه يحمله لكن التحميل يا جماعة الخير وين بظهر له في خانة وين يعني علمنا كيف نضيف صورة في خانة التحميلات هون تمام راح يضيف ليه التحميلات أحسن ما يحملها على الجهاز لكن تبتربح من الإعلانات بشكل كبير جدا جدا لو شوفنا القرآن الكريم زي ما أنتوا شايفين القرآن الكريم كامل مكمل بضغطة زر يا جماعة الخير بضغطة زر سويت تطبيق قرآن كريم وصور بتشغل مباشرة يا جماعة الخير شايفين أنا سامع الصورة مية بالمية الصوت شغال مية بالمية بإمكانه يشارك الراب بإمكانه يتحكم في السرعة بإمكانه بإمكانه إمكانك تلغي خيار المشاركة أفضل من الإعدادات فقط تروع إعدادات التطبيق وتحط عدم المشاركة أفضل لكي لا تظهر ليه الروابط تمام الآن راح نشرح على زر الهوم أو تعلمنا قلت لكو راح عشرحة طبعا لو ندخل الآن على تفسير القرآن الكريم زي ما أنتوا شايفين للشيخ الشعراوي إمكانك تسوي تطبيق الآن تفسير القرآن الكريم للشعراوي وتنشر على وغل بي يعني نشوف إمكانك تسوي تطبيق الآن بضغطة زر تطبيق القرآن الكريم تطبيق الشعراوي تطبيق مهر المعيقري وتطبيق السوديس كل أربع تطبيقات الآن بتسويها في ضغطة زر يا جماعة الخير بضغطة زر ماشي بضغطة زر الآن هاي هي الصفحة الرئيسية إذا كنت بدك تسوي أكثر من صفحة مثلا مهر المعيقري وتفسير القرآن الكريم الشعراوي بدي أضيفه في تطبيق واحد بتخلي زر الهوم موجود طبعا الأحدث يعني هي التلوات إمكانك تلغي زر الأحدث من الإعدادات كيف نلغيها صقر مباشرة بتروح على المنصة بتروح على الأقسان طبعا الزر الأحدث هي موجود هنا تمام تحط على تفاصيل تمسحه من هنا تمام هيك ما بين عنده خانة الأحدث وبترجع وخانة الغير مقروعة زي ما أنتوا شايفينها هنا بنصحك أنك تلغيها كمان أنا رح أمسحها الآن رح أعيد بناءه لإني تمام هي مسحت زر غير مقروعة وزحت زر الأحدث بتخلي الزر المفضل أفضل عشان يكون تطبيقك احترافي رح أمسحها من تحت حط مسح تمام هيك تطبيقك مية بالمية رح يظهر كيف رح يظهر هذولة ورح يظهر بدون هذولة تمام هي تطبيقات احترافية ممكنك تسوي كل تطبيق صفحة طبعا تصفح ممكنه يضيف هذا ممكنك تلغي كمان التصفح وين عبر زر اللي تحت زي ما شفنا بتمسحه هيك ما بتقدر المستخدم يصفح الأقسام اللهم صلع سينو محمد الآن أنا بدي أسوي تطبيق واحد طبعا ما شرحنا على زر الهوم إذا بدي أسوي تطبيق واحد شو بسوي بروح على زر الهوم وبحط تفاصيل شو بسوي وبالغي هاي وبالغي هاي تمام وبحط حفظ برجع من هنا طبعا أنا بدي أسوي سوي مثال ماهر المعيقي فقط تطبيق قرآن ماهر المعيقي رح أمسح قسم هذا اضفته تبع تفسير القرآن الكريم رح أمسح القرآن الكريم قسم القرآن الكريم رح أمسح الشخص عود السوديس عفوا رح يظل عندي قسم ماهر المعيقي القرآن الكريم بخلي قسم أول خطوة مثل هيك زي ما شفتو صار عندنا في القائمة فوق تمام الآن أنت صار عندك تطبيق يعني احترافي جدا مثل هيك لماهر المعقلي بضغطة زر يا جماعة الغير بضغطة زر صار عندك تطبيق قرآن كريم كانك طبعا بدون حقوق أبدا 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 الآن رح أحط حفظ رح أسوي بناء جديد طبعا تعلمنا كيف نضيف الإعلانات عشان تشوفوا كيف رح يبين عنا رح أحط بناء جديد رح أنتظر البناء وأرجع لكم إن شاء الله تمام جمعتين بعد ما نزل التطبيق أحط تثبيت طبعا تحديث للتطبيق الحالي مش مشكلة لأنه بحدث رقم الكود زي ما أنتم شايفين التثبيت الآن رح أخرجني البرنامج ننتظر التثبيت رح أشوفوا كيف صارت عنا تطبيق لمهر المعقلي بشكل احترافي ما استغرق معنا ثانيتين يا جماعة طبعا المنصة بتقدم لك عدد تطبيقات لا محدود ممكنك تصنع في اليوم 400 تطبيق مثل هيك تطبيقات تبحث عنها في قسم التطبيقات الجازية طبعا سوف تبدأي ممكنك تحط الصورة شفاف ممكنك تغير اللون عفوا طبعا عدم الإرسال ثواني آه إحنا حطينا الأعجبني أول إشي عفوا 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 هذا الخطأ سهل جدا جدا حلو بتروع على قسم مهر المعقلي أو قسم الأعجبني عفوا تمام بتحطه هنا صفر تمام إنه يبقى يظهر آخر إشي الآن لو رجعنا على الأقسام زي ما انتم شايفين كيف صار وبتروع على زر آه هوم نحن لغينا الثنتين عفوا يا جماعة الخير لغينا الثنتين اللي هي فقط يظهر لك زر إيقونة اللي هي بتظهر وين سيتم إخثار رمز وتلوينه باستخدام إعداد اللون النص اللي هي إيقونة القائمة فقط تمام بتحط حفظ بتحط رجوع زي ما انتم شايفين وبنحط بناء جديد راح أحط بناء جديد وننتظر البناء ونرجع لكم طبعا هي حلها بسيط جدا جدا لا تاكلها طبعا بعد ما خلص البناء يعني الحمد لله أنا صارت مع الفيديو عشان إيش أشرحها لكم ويكون حلها بسيط جدا يعني في زر الهوم لتفعل الثنتين فعل الثانية تمام اللي بدك هي تطبيق واحد ها كنتك تسوي في صفحات في صفحة الرئيسية انتم فهمتوني أكيد 100% من الشرح بسيط زي ما أنا شرحت الآن راح تشوفوا كيف صار التطبيق طبعا ويش ما تبحث في التطبيقات الجاهزة موجودة سواء أجنبي عربي ديني ما إلى ذلك موسيقى أجنبية موسيقى عربية خلفيات فيديوهات عفوان روالة الرئيسية نفس المشكلة يا جماعة الخير إذن المشكلة وين صارت المشكلة في قسم القرآن الكريم برو على الأقسام بنحط القرآن الكريم هو اللي رمزه صفر تمام أنا بدي أصير مشاكل أصلا على الفيديو منه بتعرفوا انتم شو المشاكل تمام بنحط صفر بنحط حفظ بنرجع على الأقسام لازم يكون هي القرآن الكريم فوق زي ما أنتم شايفين ورح نحط بناء جديد يعني مش نيحنا صارت المشاكل على الفيديو عشان أنتم ما تلخبطوا وبعدين نصير معاكم مشاكل مثل هيك وما تعرفوا تحلوها رح أوقف الفيديو للبناء وأرجع لكم جماعة الخير الحل طلع بسيط جدا 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 تمام فقط ندخل على القسم الجديان اللي أول مرة يظهر تمام يظهر في الوجه يعني اللي هو ماهر المعيق لقرآن الكريم بنحط على تفاصيل بنحط إظهار وين في الهوم تأب تمام وذا بدك الثانية بظهر في الهوم لانشر اللي هي في الوسط فوق يعني بدك تفعلها فاعلها مش مشكلة أما الزر الثاثل هو بظهر في قامة السحب رح أفعلها احتياطا عشان تشوفوا كيف بظهر في قامة السحب رح أفعلها كمان هاي عشان تشوفوا شو رح يصير تمام بنحط حفظ هيك 100% حفظ وبنرجع أنا فعلت هذه الهوم رح ألغيها تلغيها عادل هوم من الثنتين أو من الأولى ومن الثنتين خلينا ألغيها وبتحط حفظ تمام وبنرجع لا بنلغيها فقط من التحت يا جماعة الفوق بنخليها موجودة تمام بنحط حفظ وبنرجع وبنحط بناء حط بناء جديد هاي هي الحل بكل بساطة لازم القسم اللي هو التطبيق مثلا قرآن كريم أو التطبيق بتضيفه من التطبيقات الجاهزة بتحط له الظهور في القائمة الرئيسية أو الهوم تاب تمام هاي هو الحل البسيط آسف إذا خربطتكم لكن أتوقع كل شيء واضح يعني قدامكم ما فيه أي لخبطة أو أي شيء راح أنتظر البناء وأثبته راح أنتظر البناء قدامكم تمام بعد ما خلص التنزيل راح أحط فتح وحط تثبيت للتطبيق الموجود اللي هو مثل التحديث التثبيت على أي تحال طبعا هاي الرسالة ما فيها أي خطر تظهر ليك لو أن تطبيقك مش موجود على جوجل بري فلا تاكل هم أي منصة راح يظهر ليك هاي الرسالة حتى لو كانت على البرمج يعني لا تاكل هم طبعا يقول بإمكانك تسوي ألف تطبيق في ساعة يعني عبر هاي الاستراتيجية بحط فتح زي ما أنتو شايفين الثبتت عنا في القائمة فوق اللي هي تثبيت في الهوم تاب زي ما انشار تطبيق أي قرآن كريم وصار عنا مثبتة أيضا في قائمة السحب الجانبي لكن ما أنصحك تسويها زي ما شو أنتو يعني شايفين صارنا تطبيق قرآن كريم كامل مكمل في ماهر المعيق ليمكانك أي قارئ بقطر عبالك موجود في التطبيقات الجاهزة في هاي الاستراتيجية مثلا صورة مريم للشيخ ماهر زي ما انتو شايفين شغلت الصور كامل طبعا 17 دقيقة تحطها في المفضلة راح تيجي تكون موجودة هنا المستخدم راح تشون ما شفتوا كيف يعني جمالية التصميم والإبداع في هذا التطبيق أو هاي المنصة حطها في المفضلة ومكان يرجع عليها بأي وقت ومكان يخرج من هنا ومكان يخرج من أي طبعا تظهر لي في الهوم زي ما انتو شايفين الثواني أوريكو كيف مثلا صورة مريم ندخل عليها زي ما انتو شايفين كيف صارت من فوق بشكل جميل جدا مبيزي بشكل يعني مبتدئ جدا جدا أو أبركي ثم هاي المنصة شوفوا كيف الجمالية في زر يعني البردائي وإيش ظاهر فيها كانوا يقدم كانوا يؤخر على كيف يعني هاي هي بساطة انك تسنع تطبيق بضغطة زر اللي شرحت عنها أنا تمام ومكانك تضع إعلاناتك طبعا تظهر في الوسط بين الهانا أو بس يشغل يظهر لإعلان هانا إعلانات ذكية وإعلانات بين إعلان البنار يعني بتنشر تطبيق بتطنعه في دقيقة وتنشر تصنع في دقيقة وتنشر تصنع في دقيقة وتنشر وتنشر وتطبيقات احترافي زي ما انتم شايفين مش تطبيقات فاشن مثل بعض المنصات طبعا كان نتبحث على أي شي زي ما قلنا بنرجع للصفحات مثلا بدي أسوي تطبيق ثاني بكبس على أول صفحة مثلا شو بخطر على بالك القارئ هزاع البلوشي اللي هو ترندل الآن هزاع البلوشي بحث زي ما انتم شايفين القارئ هزاع البلوشي طبعا كامل مكمل بدون حقوق يا جماعة الخير بدون حقوق ممكنك تضيف القارئ هزاع البلوشي لتطبيقك 114 آية تمام 114 صورة عفوا كاملات مثلا القارئ إدريس أبكر بتبحث زي ما انتم شايفين مثلا بدك تسوي تطبيق تفسير قرآن كريم عفوا تفسير قرآن كريم فقط تبحث عن كلمة تفسير شوفوا قديش ظهر لنا تطبيقات تفسير قرآن كريم إمكانك تصنع تطبيق كل صفحة تحطها في تطبيق أفضل مثل هيك تحطها في تطبيق واحد أفضل إلك إمكانك تحط مثلا مثلا على سبيل المثال والله يعني يبعدك عنها مثلا بتحط موسيقى بتحط بحث زي ما انتم شايفين موسيقى وبتحط على سبيل المثال اللهم صلى على سبيل الله محمد شرح أو اللهم صلى على سبيل الله محمد حديث نبوي تكتب حديث سوى تطبيقات يعني انت بشكل زي ما انتم شايفين شرح حديث شرح حديث حديث العلوم حديث اقتباسات من حديث الرسول يعني هاي تطبيق جدا جدا يعني سوى تصير ترند على جوجل بلي ما في اي تطبيق اقتباسات من حديث الرسول حديث الروح في رحاب سور القرآن الكريم حديث الروح زي ما نشوف اقتباسات وصور طبع كل تطبيقات جاهزة جربها كلها و رح تربح صدقني صدقني ألاف الدورات شهريا طبعا منصة مجانية رح تكسح كل المنصات الموجودة هسه 100% طبعا هذا كان شرحنا اليوم كيف نسوي تطبيقات جاهزة و كيف يثبت التطبيق يصير مثل هيك في زر الهوم تاب و تسوي تطبيق احترافي مثل هيك و تنشر على جوجل بلاي و ان شاء الله شرحنا القادم رح نشرح بقية الأقسام طبعا هاي القسم رح يكون فيه شرح كثير كثير اللي هو هذا طبعا رح نشرح كل قسم في درس ان شاء الله و نعلمكم كيف تصنع تطبيقات احترافية مثل تطبيق ستوديو صور ستوديو للصوت عفوا مشغل صوت في تطبيقك أو مشغل فيديوهات لجهازك هذا كان درسنا الثاني لهذه المنصة انتظرونا في الدرس الثالث اللي هو غدا بإذن الله تعالى و أسأل الله عظيم وفقني و إياكم يعني من أتوقع الآن أصبحت تسوي تطبيقات 100% لكن بعد في ميزات هائلة جدا ما وضحت إلك في دروس قادمة رح تعرفها و السلام و ختام و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و رحمة الله و بركاته